بمشاركة واسعة من القبال القوات الجنوبية المشاركة بعمل السيوف حواسة تقتحم وادي الحنكة في شبوه تحذيرات من تعثر عملية السلام في اليمن بسبب تعنط المنشيات الحوثية كاميرا الغد المشرق ترصد قصة أسرة الحاج سعيد الشبحي وتقديبه لستة شهداء سقطوا فداء للجنوب اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الاخبارية من قناة الغد المشرق تفقد نائب رئيس مجلس القيادة الرئيسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبية عدلس الزبيدي ديوان وزارة الزراع والري والثروة السمكية بالعاصمة عدن طلع الزبيدي على سير العمل في الادارات والاقسام المتخصصة بعد عملية التطوير والتحديث التي شهدها ديوان عام الوزارة خلال الفترة الماضية كما استمع الى شرح تفصيلي عن جملة البشرية التي لفذتها الوزارة في قطاعي الزراع والاسماك بالاضافة الى الصعوبات التي تواجه كادر الوزارة في قطاعات العمل المختلفة اقتحمت القوات الجنوبية بمشاركة واسعة لابلاء قبال الربيز ضمن عملية سيوف حوسة وادي الحنكة الذي يتبع اداريا لمحافظة شبوة يعد وادي الحنكة احد اهم المعاقل التي تحصن فيها عناصر تنظيم القاعد الارهابي وتتخذه مركز انطلاق لتنفيذ هجماتها الارهابية وكانت عملية سيوف حوسة قد تمكنت من تمشيط كافة الجبال وشعاب وادي الجنن والانتشار في المناطق المحيطة بها حذر مراقبون من تعثر عملية السلام في اليمن بسبب التعانة الحوثي الامر الذي يهدد التوصل الى حل سياسي شامل في اليمن وانهاء حرب ميليشيات الحوثي في الوقت الذي اعرب فيه المبعوث الامريكي الخاص الى اليمن تيم ليندر كينغ عن تشجعه بشان التقدم المحرز في عملية السلام في اليمن عبر مراقبون عن تخوفهم من مصير العملية السياسية وانها مهددة بفعل التصعيد الحوثي على الارض والتعنت المستمر في عدد من القضايا وفاد مراقبون انه على الرغم من ظهور الحراك السياسي الاخير بملامح اكثر جدية من ذي قبل الا انه لا يوجد ما يدعم ذلك على الارض ولا حلول واقعية تقارب وجهات النظر لانهاء الازمة والانقلاب الحوثي وبخصوص تصريحات المبعوث الامريكي تيموثيل اندر كينغ قال انه تشجع من جديد مما وصل اليه الوضع وتطوراته في اليمن بعد جولاته الاخيرة للمنطقة التي اكد من خلالها استمرارية المحادثات بشأن اتفاق جديد يؤهل الاطراف للوصول الى سلام مستدام يعيد الامل لليمن واكد لاندر كينغ لصحيفة ذا ناشونال ان جولته الاخيرة تركزت على لقاءات لدعم الجهود الاممية والاقليمية لتوصل الى اتفاق جديد ودائم لوقف اطلاق النار واطلاق عملية سلام يامنية يامنية شاملة اما المبعوث الاممي الى اليمن هانس جروندبرغ وفي ثنايا الاحاطة الاخيرة امام مجلس الامن اكد استمرار الجهود الاممية والاقليمية داعي الى رفع مستوى الثقة وتجاوز الحلول الجزئية التي لا تقدم سوى انفراجات مؤقتة الى مراحل اكثر جدية تساعد في رفض الجهود بمختلف مستوياتها ومسمياتها وصولا الى جهود الوساطة الاخيرة وعلق المراقبون على احاطة المبعوث الاممي وقالوا ان الوضع خطير خاصة ان الاحاطة اتت بعدما ادلت قيادات الميليشيات الحوثية بتصريحات تهدد فيها بخيارات عسكرية وجولات جديدة من الحرب وفرضها جبايات وقيود جديدة وهو الامر الذي لوحت من خلاله الحكومة بما يخص التسهيلات المقدمة من قبلها والتي كانت من طرف واحد تحت مبدأ الانسانية وانها ستعيد النظر اذا ما استمرت الميليشيات واصرت على تعنتها واكدت انها لن تقف مكتوفة الايدي وستضع حدا لكل تلك الانتهاكات بما يحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني بحسب ما قدمته الحكومة في ذات الجلسة التي قدمت فيها الاحاطة اكاديميون مختصون في الشأن اليمني اكدوا ضبابية المشهد وتخوفهم من استمرار تعنت ميليشيات الحوثي وعرقلتها لجهود السلام مما سيزيد العباء على المواطن بشكل مباشر وسينسف ما تبقى من بصيص امل باحلال السلام مطالبين المجتمع الدولي ومجلس الامن والقوى الاقليمية تدارك الوضع وتكثيف الجهود للضغط على الميليشيات الحوثية للجلوس على طاولة الحوار التي ستكون مفتاح السلام في اعظم صور التضحية والفداء قدمت اسرة الحاج سعيد حسين الشبح ستة شهداء سقطوا فداء للوطن قناته الغد المشرق ومن يافع تلمست احوال هذه الاسرة ونقلت تفاصيل تضحياتها بالصوت والصورة اي رفاء يمكن ان يقال ليخفف لهيب وجع ام واب قدموا ستة ابناء استشهدوا واحدا تلو الاخر الحاج سعيد حسين الشبحي قصة رجل الاستمد من جبال يافع الشموخ ورباطة الجاش ليقدم ستة من فلذات كبدة قرابين في سبيل الدين والحرية وعدالة القضية الجنوبية ستة وثان سابع مجروح ومكاننا ومكاننا بالنضاء حتى انتظر اونسي شهد وهذه حاجة ناضل حتى لدينا على تربى سلطاننا مهمنا من هذا الغريض نبع تسعه ستة عيالي ثلاثة عيال عمي على الغريضة المسؤولية على عالم الجنوب على كل العذاب ستة ابناء تركوا قلوب ابويهم جراحا مفتوحة على الالم والذكرى فهذا الاب ما يزال يستأثر الوطن بما تبقى من حفدته وهذه الام التي نقش الحزن على جبينها تجاعيدا محولا محياها الى خريطة وطن متعب تتحايل على الدموع باحتساب ابنائها شهداء عند الله سيفر وخاند وياسل وان وفضل واكرم وسيفر أو سيف وسيفر بناء وبناء ابن يستعشعر واني راه اطلع ثاني واكبر واصلي ودعي الابي انه يدخل جنة ابن جابين لعبه الان معي وان شاء الله اني بحفظ على لما اكبر ويدكم ذكره معي لم يتوقف قطار التضحية عند هذا وحسب فالابن السابع وفي احدى المعارك اصيب واسر ليقبع قرابة عامين في سجون الميليشيات قبل ان يطلق صراحه ليبقى طيفا وحيدا يذكر ابويه بباقي اخوته انا كنت في جبهة الساحة الغربي اللي هو الثالث دامزنات واجه فقرح تنات في الجبلية ودعينا صنع السجن مع الحواثة وقلست سنة وسبعة شهور لدى الحواثة وخرجت من السجن واتفاجأت بفرحة واتفاجأت بحزن بعد وفاة اخير فضل الاخير كم هي الحياة قاسية ومجحفة حينما تأخذ منك ابناءك تبعا وتتركك لشبح الذكرى تنهج ما تبقى من ايام عمره ووحدهما هذين الابوين من يعيشان على عتبات الاشتياق ويسافران يوميا فوق نسمات الوجوه والصور ليتذكرا ابناءهم الذين ذهبوا جميعا فداءا للحرية والكرامة الانسانية لا يوجد وعاء بيولوجي يجرع على استحاب حجم الالم سوى قلبين هذين الوالدين ستة ابناء واحدا تلو الاخر وعلى امتداد جباهات عدة رحلوا جميعا قبل ان تدرك شجرة الاستقلال ربيعها وانا اكلس امامهم اشعر اني احمل اللغة فوق طاقتها اذ لا يمكنها ان تقدم مواساة ورثاء بحجم جرحهم العظيم صالح حنش الوضد المشرق من قرية وطن بمديرية يهر بيافع شمالي محافظة الله النشر مستمره وتتابعون فيها بعد فاصل قصير مواطن عدن يلجأون الى شراء انظمة الطاقة البديلة بسبب انقطاعات التيار الكهربائي اهلا بكم من جديد اقبل الكثير من المواطنين في العاصمة عدن على شراء انظمة الطاقة البديلة بسبب انقطاع المتكرر للتيار الكهربائي لساعات طويلة في حين لم تعد منظومة الكهرباء تجدي نفعا نظرا لزيادة ساعات انقطاعها ازاد توجه المواطنين لشراء مختلف انظمة الطاقة البديلة بالنسبة للإقبال على الطاقة الشمسية في عدن زاد بنسبة كبيرة خاصة في الاواني كل سنة والناس تبدأ تدرك قدوى الطاقة الشمسية حقا حتى ان بعض الناس ورغم امكانيتهم لكن تحصلوا ممكن يقترض المال لأجل يجيب طاقة شمسية فحيث انه صعب انك تستغني عنها انت بحاجة الى ثلاجة بحاجة الى نارة بحاجة الى مروحة فالآن بدأ الإقبال بشكل كبير كل سنة يتزايد الإقبال على الطاقة الشمسية غياب خدمة الكهرباء جعل معظم الاهالي يلجأون للبحث عن وسائل بديلة لتغطية احتياجاتهم اليومية وللتخفيف من ارتفاع حرارة الجو اقول لك انحنا جئنا نشتري بطارية هنا سبب طاقة الكهرباء والان متقاعدين ورواتبنا 30 ألف ويعني ما نقدر نشتري الطاقة هذه الشمسية ما معانا الى البطارية هالية لسنة سراجات فقط رقون البسؤولين يعني الفتوح على الشعب يعني وعيدوا الكهرباء للناس الكهرباء هذه عويصة ما عاد عرفنا من نتابع فيها زي ما قلنا في ناس عندهم دي قال استطاعة وماشيين وساكتين لانه ويش عنده بطارية وعنده منظومة وشغال وناس ما تتمنى الحرط طلعت لانها ترجع تحرق لها كفرات في الشوارع وفي ناس يناموا في الشوارع العلم من بعد الحر هذا في ناشد المجلس والناشد المحافظ بان ينظروا لهذا الشعب وان يوضحوا للشعب وين المشكلة نحن الليل حين ما عرفنا وين المشكلة عدم قدرة الحكومة على توفير وقود الكهرباء اجبر المواطنين على تحمل تكاليف انظمة الطاقة ممن وجدوا ضالتهم في هذه البدائل كمحاولة للتغلب على ازمة الكهرباء يعاني سكان مدينة عدن الامرين فيما يتعلق بالكهرباء في ظل صيف ساخن وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طوال وطرارهم لشراء انظمة الطاقة البديلة رغم ارتفاع تكاليفها فاثم سكندر لقناة الغد المشرق عدن وصلت مسابقة الشعر السقطري الى مراحلها النهائية بعد مشاركة 12 متسابقا وتأتي هذه المسابقة ضمن مهرجان شيخ زايد بنسخته السابعة ضمن الفعاليات الثراثية والثقافية المتواصلة في مهرجان الشيخ زايد بنسخته السابعة بمحافظة سقطر اقيمت مسابقة الشعر السقطري وذلك وسط منافسة كبيرة بين اثنى عشر شاعر وصلوا للتصفيات النهائية التي استمرت ثلاثة ايام سقطت مسابقة شاعر السقطري النسخة السابعة لهذه العام بذعم من دولة الامارات العربية المتحدة وبرعاية خلفان مبارك المزروعي وهذه السنة يعني كالسنوات السابقة يعني تقام المهرجانات وتقييم المتأهلين والمتسابقين معنا متسابقين ما شاء الله تقريبا تنعشر نفر المسابقة التي تقام بشكل سنوي تهدف للحفاظ على المورث السقطري الاصيل ليتناقله الاجيال القادمة ويبرز مدى غناء الادب السقطري والذي يأتي ضمن الاهتمام الكبير الذي توليه مؤسس خليفة الانسانية بالثقافة السقطرية هذه المسابقة مسابقة حلوة ومسابقة طيبة وتكونت من عداد ومكونات شعر السقطري من اختلف المناطق السقطرية بفضل الله تم بفضل مؤسسة خليفة الانسانية نفريحين بهذه المهرجان الذي يحافظ على الارثة القديمة يحافظ على العادات والتكاليد القديمة التي بدأت تنقرض في بعض الاماكن في سقطرية وفضل الله وتواجد مؤسسة خليفة الانسانية الآن الحمد لله عادت العادات القديمة التي كانت تنقرض وتشهد يوم الجمعة المقبلة يزالة الستار عن بطل بيرق الشعري لهذا العام وسط تحدي كبير وترقب عشاق الادب السقطري حيث يتجهز المتسابقين الثلاثة لليوم الخثامي من خلال اعداد قصائد تلقى تأييد لجنة التحكيم والجمهور الحاضر وذلك وسط حضور رسميا وشعبي كبير نهايته النشرة وهذا تذكير للعنوية بمشاركة واسعة من القبائل القوات الجنوبية المشاركة بعمل يسيوف حواسة تقتحم وادي الحنكة في شبوة تحذيرات من تعثر عملية السلام في اليمن بسوء تعنت المشيات الحوثية وكاميرا للغد المشرق ترصد قصة أسرة الحاج سعيد الشبحي وتقديمه لستة شهداء ساقطوا في داء للجنوب اشتركوا في القناة